ضمن سياحة الجذور عادت أسرة بلغرية إلى محافظة بورسعيد لتستعيد ذكرياتها ضمن مبادرة هيئة تنشيط السياحة للاهتمام بهذا النوع من السياحة تهدف سياحة الجذور إلى فتح المجال أمام المصريين المهاجرين في الخارج أو الجنسيات الأخرى التي عاشت لفترات طويلة في مصر لاستعادة الذكريات أسترجع الذكريات الجميلة والأماكن كانت أياما رائعة وأصدقاء طيبين منذ زمن وأنا أخطط لما سأفعله عندما أزور بورسعيد أختي أجرت بحثا عن بورسعيد على الإنترنت حتى يكون الأمر سهلا للوصول لبيتنا القديم أشعر في بورسعيد بالأمان التام لقد تطورت شوارع بورسعيد كثيرا أسرة جاية بعد 45 سنة تستعيد الذكريات هنا في بورسعيد تم التواصل معي عن طريق صديق ليه مقيم في بورغاريا هم قاعدوا يدوروا عليها أما عرفوا أنه هوا من بورسعيد الأسرة عاشت هنا حوالي 10 سنين في أواخر السبعينات لسنة 87 كانوا مقومين هنا بنتهم لورة تولدت هنا في المستشفى جنبنا زي ما أنتوا شايفين ابنهم كان في مدرسة الليسي وليه أصدقاء هنا في بورسعيد كثير الأسرة بقالها فترة بتحاول تتواصل عشان تدعى تعرف تزور بورسعيد وستعيد ذكرياته النوع ده من السياحة احنا بنسميه سياحة الجزور سياحة الجزور دي سياحة مهمة جدا وغير تقليدية واحنا في هاي تنشيط السياحة بنحاول ان احنا نشتغل على استعادة الفايل ده بتاع سياحة الجزور هنا في بورسعيد ترجمة نانسي قنقر